مضطرباً وقلقاً ومتفاجئاً وتغلب عليه ملامح الخيبة والحصرة والارتباك في آن واحد ويؤكد بعظمة لسانه أن الشرق الأوسط منذ العام 1973 لم يشهد وضعاً خطيراً مثل الوضع الذي نواجهه الآن ذلك هو حال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن حينما خرج على وسائل الإعلام معترفاً ضمنياً بفشل الاستراتيجية الأمريكية المعتمدة على إذكاء الصراعات وأشعال الحروب ودعمها المطلق لإسرائيل في ارتكاب جرائب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني قرابة 160 ضربة تعرضت لها القواعد العسكرية والأساطيل الأمريكية خلف بعضها ضحايا بين قتل وجرح في صفوف القوات الأمريكية المحتلة للمنطقة في مشهد يؤكد تفسخ خيوط اللعبة التي تدير بها واسنطن العالم وانهيار نظرية هنريكي سينجر التي حدد فيها مهمة واسنطن بإدارة واستغلال مشاكل العالم وليس بحلها لتأتي الصفعة المدوية من اليمن الذي قرر خوض حرب مفتوحة مع أمريكا وإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن حيث اعترف قائد الأسطول الخامس الأمريكي بأن صواريخ ومسيرات الحوثيين يمكن أن تضرب هدفها في البحر الأحمر خلال 75 ثانية بمجرد إطلاقها في حين لا تملك قواته سوى 9 إلى 15 ثانية لاتخاذ قرار بإسقاط صاروخ أو مسيرة حين يطلقها الحوثيون وبعد أكثر من قرن من الزمن على وعد بلفور تذكرت بريطانيا جريمة تسليم فلسطين إلى العصابات الصهيونية لتبعث وزير خارجيتها ديفيد كاميرون إلى المنطقة حاملا وعودا بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية وما كان لها أن تفعل لولا الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية في غزة المحاصرة منذ 17 عاما هكذا إذن ترتخي قبضة واشنطن في المنطقة وأنهار مركزها الأخلاقي عالميا وتغرق في أزماتها الداخلية ما جعل العالم أمام لحظة تاريخية قد تشهد تحولات كبرى تعيد التوازن للنظام العالمي تطوى معها الهيمنة الأمريكية إلى الأبد